ايضا كمان النادي الاهلي ايد لعيبة مهمة عنده لما نتكلم عن بيرسي تاو ميكي سوني احمد عبدالقادر عمار حمدي كريم فؤاد حسام حسن ست لعبين مهمين ان شاء الله اللعيبة بكرة متواجدة كل الاوراق موجودة تحقيد موسيماني قبل مباراة بكرة لما بنتكلم بنقول ان الاهلي الحمد لله كامل العدد حتى في الاصابات اللعيبة احمد عبدالقادر بيشارك مع الفرة لامور جيدة ان شاء الله بيت سو موسيماني يقدر يحط التشكيلة الجيدة ويقدر ان شاء الله يكون اراية المباراة اراية جيدة تقدر ان شاء الله تكون الغالة بقى لنادل اهلي تواجد الكابتل محمود الخطيب تواجد مهم جدا شفناه قبل كده في مباريات افريقيا في المباريات النهائية شفناه في السوبر الافريقي شفناه في كأس العالم الاندية لما بنتكلم بتكون الرسالة وصلت من على سلم الطيارة وانا اللقطات اللي احنا شافينا قدام حضراتكم دي يعني منذ قليل يعني التدريب الاخير للنادي الاهلي وده كابتل محمود الخطيب ودايما متواجد مع البعثة حتى في التدريبات وهم لسه خارجين دلوقتي حالا من التدريب وانا كنت بقى سالعالم معلول في مرة بقول له كابتل محمود الخطيب وتواجده مع البعثة قال لي الرسالة بتكون وصلت للعيبة من اول لحظة واحنا في الطيارة واحنا في المطار دي مهم جدا ان يكون في شدة الشدة دي بتنعكس في الملعب بالالتزام بالجدية بالروح العالية ونتمنى ان شاء الله العنصر الاول يكون موجود عنصر توفير ربنا سبحانه وتعالى ان يكون موجود مع العيبة النادي الاهلي وزان بقول له حضراتكم مع موسيماني